وخلال اللقائه رئيس مجلس الدولة الصينية لي تشانج أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقدير مصر لإسهام الصين على مدار السنوات الماضية في دعم مشروعات التنمية في مصر وتطلع مصر للارتقاء بالعلاقات وبدء مرحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار أشار المتحدث بين رئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء ركز على بحث أطر التعاون بين مصر والصين وتطلعات لدفع العلاقات في مختلف المدالات في إطار الشراقة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين من جانبه أكد رئيس مجلس الدولة الصينية حرص بلاده على استمرار الزخم في العلاقات المصرية الصينية الذي يعكس تطلعات الشعبين الصديقين للنمو والازدهار مشيدا بالتجربة المصرية التنموية وما تحققه مصر من نجاحات في مختلف القطاعات وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين تناول سبل دفعي المشروعات المشترقة الجاري تنفيذها بين البلدين وبالإضافة إلى مقترحات التعاون الجديدة المطروحة في مختلف المجالات الاقتصادية خاصة في ضوء عضوية البلدين في تجمع البريكس حيث تم تركيزه على قطاعات الإنشاءات والاتصالات والسياحة والأمن الغذائي والقطاع المالي باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تلبي المصالح المشتركة للبلدين